اشتركوا في القناة علشان السعادة بتيجي من الحصول على اللي احنا عايزينه وعشان كده غالبا بيكون مؤقت جدا وعشان كده السعي وراء الفرح ممكن يكون من اكتر الحاجات المش مفرحة ليه؟ علشان غالبا مش بنحصل على اللي احنا عايزينه مرة تاني احنا فعليا بنفقد اللي عندنا وعشان كده فرحنا فعلا ما بيعتمدش عليه ابدا زي ما الحال غالبا ان الناس تعوز حاجة جامد قوي وبعدين في الآخر تاخدها وبعد فترة تفقد رغبتها فيها كأنها بتفقد تأثيرها وعشان كده لازم نفهم الفرق بين السعادة والفرح الفرح من ناحية تانية ليه بس مصدر واحد وبيجي من مكان واحد واسمه هو يسوع المسيح يسوع وحده هو المصدر الوحيد الفرح مش ممكن هتلاقي شخص فرحان من غير ما يكون في حياته يسوع هو المصدر الوحيد للفرح ده مش ممكن ابدا 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 يتاخد منك ابدا مش ممكن تفقده وبتسمع بيتقال ان الفرح بالانجليزي جاية من ثلاث كلمات دول جي او واي جيزاس ازرز يورسلف لو حطت يسوع اولا الاخرين ثانيا ونفسك في الاخر هتحصل على الفرح طب ده كويس ده كلاشي حلو لكن خلونا اقولكو حاجة هديكو وصفة مايكل يوسف جي ليه يسوع ماشي واي انت اوكي لكن اوه اللي في النص ولا حاجة اوه زيرو ده لو مايبقاش في حاجة بينك وبين يسوع فتاخد الفرح وهو ده كل الهدف من رسالة فيليبي الرسالة الصغيرة العظيمة دي في الواقع الفرح اللي ابو لس بيتكلم عنه هو نوع من الفرح اللي هتلاقي الناس بتختبروا في الاوقات الصعبة تشوفوا ناس بتعدي في اوقات صعبة ومع كده فرحانين وواحد تاني ممكن يبقى عنده كل حاجة ماشي كويس لكن مش فرحان ورسالة الفرح دي هتوضح لك السر للفرح الدايم ازاي يكون عندك على طول في حياتك ازاي ازاي يكون عندي طبعا لازم تفهم ان الكنيسة في فليبي ما كانتش كنيسة كاملة كنيسة سعيدة كل حاجة كانت كويسة على طول وعشان كده هو بيتكلم عن الفرح لا 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 دول الحقيقة كان عندهم مشاكل كتير قوي كان عندهم احتياجات مادية كان عندهم توطر في الكنيسة كان في خلافات وكان عندهم شوية ناس مغرورين كانوا بيصروا على رأيهم وكانوا بيسببوا خراب جوا الكنيسة كان في ناس نكاديين وعشان كده ما كانش عنهم فرح وعشان كده بوليس بيكتب لهم 14 مرة في الرسالة الصغيرة دي بيقول لهم سر فرحوا انا مش محتاجة اقول لكم ان ده اكتر وقت مر على الال في حياتي اللي فيه ناس اكتر خايفين وقلقانين ومضطربين ومحبطين وايوة مش فرحانين شفتوا من وقت طويل قوي وانا بسدى ان في قلبي ان لو فيه سلسلة من الرسائل اللي الله حطها على قلبي للوقت ده هي السلسلة دي من الرسالة الفليببي اللي انا بتكلم فيها عن الفرح الحقيقي لان هو ده الفرح الفرح معدي وانا هوريكو في الوعزات اللي جاية ازاي تحصل عليه وازاي تحتفظ به وازاي تظهر اعراضه وازاي تعد الناس به وازاي تقدره وازاي تستولي على بركاته وازاي تثبت فيه وازاي تحافظ على فويده ليك وللناس فانا عايزكو تفتحه معايا من فضلك ورسالة فليببي اصحاح واحد ازاي تحصل عليه ده عطية من الله وبيجيلك في حزمة واحدة مع الخلاص انت مش بتاخد خلاص لوحده وبعد شوية سنين تاخد الفرح هي حزمة واحدة وبتاخدها على بعض الفرح بيفضل دايما في حياتنا من خلال حضور الروح القدس علشان كده بوليس قال روميا اصحاح 14-17 قال لان ليس ملكوت الله اكلا وشربا بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس الفرح هو صمر الروح القدس والصمر ده هيطلع منك كلك لما تكون مطيع تماما لكلمة الله لما يكون في طاعة في تشغيل حياتك هتختبر فرح الرب اه انا عايز اقول لكو من اختبار شخصي مؤلم جدا لي عصيان كلمة الله هتسرق فرحك ده هيغطي على فرحك ده مش معناه انه لازم تفقد فرحك تماما لانه موجود هو بس متغطى بكل فوضة العالم ده والقلق بتاع العالم والاضطراب اللي في العالم اللي بيجبهولك في حياتك وعدم الثقة في وعود الله ده هيغطي خالص على فرحك وعشان كده ارمية قال في خمستاشر ستاشر فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي لما بتكون مطيع لكلمة الله فرحك هيتعمق اكتر حتى في الاوقات الاسية حتى في الاوقات الصعبة حتى في الايام السودة زي ما احنا بنقول عليها وعشان كده يعقوب اصحاح واحد اتنين قال احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب وتنوعة اخيرا انا عايز اقول لكم ان فرح المؤمن بيتكمل لما بيركز على رجاءه في السماء رمية اتناشر اتناشر فارحين في الرجاء الكنيسة النهاردة في القرن الواحد وعشرين فقدت قوتها في العالم بسبب انها فقدت فرحها ازاي؟ علشان احنا بقينا مركزين اوي على العالم ده احنا بقينا مركزين اوي على تخططنا احنا بقينا مركزين اوي على اسلوبنا احنا بقينا مركزين اوي على اللي بنحبه ما بنحبوش احنا بقينا مركزين اوي على الحياة دي لغاية منسينا بيتنا الابدي فوق في السماء جون نيوتن اللي عارفينه كمؤلف للترنيمة الرائعة النعمة المزهلة كان أسيس عظيم وفي يوم راح يزور واحدة عنده في الكنيسة فقدت كل حاجة تملكها في حريقة بيتها ولع كله وكل حاجة كانت تملكها في البيت راحت مع الدخان ونيوتن قال أنا بقدم لك فرح عظيم يا مدام وهي قالت إيه فرح وأنا كل ممتلكاتي ضاعت في الحريقة تقول لي فرح هو قال لا 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 خلاص لكن فرح أنك بتملكي اللي النار ما قدرش تلمسه خالص أمين أمين شايفين بولس حب أهل فليبي فعلا حبهم هم ليهم مكان غالي عنده هو حبهم جدا وكان عايز يشارك سر فرحه معاهم ليه كان شخص فرحان هو قد ناس كتير منهم للمسيح نفسه من ليديا سيدة الأعمال العظيمة هو قدها هي وعالتها للمسيح لسجان فليبي اللي فعلا يقدر يقول لجماعته عارفين يا جماعة موضوع الفرح ده اللي في رسالة بولس مش مجرد نظرية عشان أنا كنت مسؤول عن السجن هنا في فليبي لما بولس وسيلة كانوا بيتضربوا وبينزفوا في كل حتة لكن في وسط الليل كان فيه أغاني وتسبيح لله وعندهم فرح في قلوبهم وقال الزلزال اللي حصل ده صرخت وقلت إيه اللي لازم أعمله علشان أخلص وقالولي آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك بصوا هو واحد من الناس اللي جم للرب بسبب الرسول بولس والفرح للراجل ده أظهره مش مجرد نظرية مش كلمات لكن في كل حياته وشعر بالعلاقة الفريدة دي مع كنيسة فليبي وعشان كده في الأربع إصححات دول هو بيقولهم عن سر فرحه في وسط الظروف المميتة لكن أنتوا عارفين أعظم اختبار ليه أعظم شهادة ليه للناس هناك مش لازم تكون الكلمات بالرغم إن الكلمات محابة الروح القدس وأنا بشكر الله من أجلها لكنها من فين هو كتب رسالته عن الفرح هو ما كانش في سجن أمريكاني عنده تلفزيون ملون واجبات كويسة وما كان نضيف ينام فيه ده كان في زنزانة وحشة زنزانة صعبة ومع كده قال أنا مبتهج وخلونا أقول لكم عن سر فرحي بولس كان في السجن لكنه كان فرحان خلونا أقول لكم إزاي أنا كنت هكتب الجزء ده ماشي مستعدين ده اللي أنا كنت هكتبه أنا بشكر الله من أجل إيمانكم وعشان كده أنا محتاجكم تصلولي صلوا عشان موقفي فعلا آسي أنا في موقف بائس أنا مش عارف أبشر بالإنجيل خالص أنا مكتئب جدا أنا محبط جدا عشان أنا مش شايف أي مخرج من هنا غير التعذيب والموت النظام القضاء الروماني خزلني أنتوا عارفين لما كنت في أرشاليم استنجدت بقيصر أنا فعلا كان عندي أمل كبير في النظام القضاء الروماني لكنه خزلني أنا اكتشفت أنه إتمال بالفساد والتحيز وكل أنواع الظلم جسم بيوجعني والتهاب المفاصل شغال ومفاصلي بالطقطق ومش بنام بالليالي الطويلة من فضلكوا صلوا من أجل إن الله يحررني ويتدخل ويطلعني من المكان الفضيع ده لو بوليس كان كتب الكلام ده أنا مش هلوموا اللحظة واحدة يعني ما أدرش أبدا ألوم عليه هو نط من التحية العادية لعشان يتكلم عن الفرح وبيقول في كل أدعيتي مقدما الطلبة لأجل جميعكم بفرح لسبب مشاركتكم في الإنجيل من أول يوم إلى الآن هو كان بيشكر لأجل عطاءهم المضحي هم مدوش من الفتاة اللي نازل من طرابزاتهم هم مدوش قليل هم أعطوا من احتياجهم الشديد وبوليس بيقول بشكر إلهي من أجل إيمانكم أنا بشكره جدا لسبب مشاركتكم في الإنجيل وهو مبتهج جدا بمسندتهم دي وعشان كده في الواقع هو مداش سجن ومساحة كبيرة هو مدهوش أي وقت مدهوش وقت كبير في اللي قاله خالص وإنتوا عايزين تقولوا بوليس إيه سر الفرح العجيب ده إيه آه هو بيديكم السر وهو في عدد ستة ده واحد من أعظم الأعداد في الكتاب كله واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح أنتوا عارفين هو ليه من أعظم الأعداد؟ عشان بيقول لنا وبيقول لكم بيقول لي أن الله الله اللي إداك الخلاص مش هيسمح أبدا 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 أنك تفقد خلاصك دوة شوية منكو هيخبطه ويصرخه في كل مكان أنا عارف ده مش مشكلة خبط ويصرخ براحتك شوية منكو هيصرح ويقولوا مايكل لا 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 أنا اخترت يسوع أنا حطت إيماني فيه خلاص الدائم بيعتمد علي وعلى اللي بعمله ليسوع ده مش هيفيدك عشان ده غلط ده مش الحق اللي في كلمة الله شوية منكو يقولوا طيب يا مايكل أنا أعرف ناس فعلا المسيحيين رائعين وبيعدوا عن ربنا وأعرف حتى ناس كانوا بيوعازوا كمان إزاي بقى تقول لنا اسمعوني مين اللي قال لكم إن الشخص ده كان مخلص أساساً مش لمجرد إن واحد لبس ماسك مسيحي أو اسمع نفسه مسيحي ده معناه إنه مخلص فيك ناس كتير أو في كل حتة مليانة بناس مش مخلصين أنتوا طبعاً عارفين اللي أنا بقوله فخلي بالكو خلي بالكو عشان لما الرب بيخلصك هو مش بيخلصك ليوم أو اتنين أو للحياة دي هو بيخلصك للأبد وللأبدية هو مش هيديك هدية وبعدين ياخدها منك لما كتب اسمك في سفر الحياة هو كتبه بدم يسوع المسيح وعشان اسمك تكتب بدم المسيح في سفر الحياة بتاع الحمل محدش ولا حاجة تقدر تمسح الاسم ده بوليس بيقول إن الله عمره ما يبدأ أي حاجة هو مش بيخلصها دلوقتي لو بوليس كتب العدد ده بالطريقة دي اسمعوا كويس لو كتب عدد ستة بالشكل ده كتب وقال آه يا أهل فليبي أنا عندي كل الثقة إنكم هتحفظوا التزامكم للمسيح مهما حصل ليكم وأنا متأكد من كده مين أخد المجد؟ هم اللي هيخدوه هم اللي هيخدو المجد ولا حاجة ولا حاجة هتخليك تتضع وتخليك دايما راكع على ركبك أكتر من معرفة إن يسوع خلصك للأبد إنه بدأ العمل ده وهو اللي هيكمله إنه هيخدك لخط النهاية ولا حاجة ولا حاجة لكن إنت هتقول طب يا مايكل من فين بوليس جابت عليمه ده؟ طب اسمعوا يسوع قال إيه في يحنى إصحاح عشر عدد 27 و28 خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد اسمعوا البقية ولا يخطفها أحد من يدي ده كافي إنه يخليك تهتف ده اللي جاب تعليمه منه بوليس هو جابه من يسوع وعشان كده في رمية 38 بيقول فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا لما خلصك هو خلصك تماما صرمديا وللأبد وده اتجاه بوليس أنا ممكن أبقى في زنزانة بائسة لكن أنا مليان بالفرح عشان خلاصي ما بيعتمدش علي ده مختوم ومضمون ومنفذ بدم يسوع نفسه وما حدش يقدر ياخده مني وده يقدر يديني كل الفرح الممكن في الدنيا عدد سبعة وتمانية بيفكرهم أن الله ما خلصهمش لمجرد أنه يخلصهم ده اللي بعض الناس بيفتكروا أن الله خلصهم لمجرد أنه يخلصهم الإنسان الأحمق بس هو اللي هيقول العبارة دي آه طيب بما أن الله هو اللي هيضمن خلاص لغاية السماء بكده أنا أقدر أعيش بأي طريقة أعيش بيها وفي الآخر هو بقى هيتولى الموضوع كله ده الكلام المنطقي دي بقى عبارة غبية وفي الواقع ده يدل على أن الشخص ده مش مخلص أن الزهن والقلب ما تجددوش بالمسيح عشان لو الشخص فعلا فهم أن يسوع هو ضامن خلاصه هيكون ساجد على ركبه منحني أمام الله في شكر وعرفان والرسول بوليس بيقولهم بيقولهم الله خلصكم لهدف إيه هو ده مشاركتهم في إنجيل يسوع المسيح مع بوليس عارفين هو ما قالش أنا بفتكر بولع كل الأوقات الحلوة اللي قضيناها مع بعض والأوقات اللي خرجنا فيها مع بعض نتفرج على الماتش وقضينا وقت رائع مع الهود دوج والشاي أو أننا استمتعنا مع بعض في مجموعات الشركة بتاعتنا كويس كل دي حاجات كويسة أنا مش ضد ده احتمال هم عملوا كده برضو بس الأهم أن بوليس الرسول العظيم هو قال أن شغفهم المشترك لإنجيل يسوع المسيح وأن المفقودين يتخلصوا والنداء بالإنجيل كان أروع شركة على الإطلاق في حياتهم كلها كل شيء تاني ماشي لكن مفيش حاجة هتوحدنا زي البشارة إيه اللي بيدي بوليس فرح أنتم الذين جميعكم شركائي في النعمة وعشان كده قال وهذه صلاتي يبقى كويس لو استعملتوا الصلاة دي في صلاتكم الخاصة أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم حتى تميزوا يا إلهي أنا عايز أحط خط تحت الكلمة دي إحنا في احتياج شديد النهاردة بين المؤمنين للتمييز حتى تميزوا الأمور المتخالفة لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة إلى يوم المسيح مملؤين من صمر البر الذي بيسوع المسيح تفسير تاني حب أقوله المؤمن اللي مش فرحان هو مؤمن من غير صمر علشان هو مش مؤمن مطيع يسوع قال أنا الكرمة الحقيقية فلو خطتك مضبوطة هتطلع صمر صح شوية منكو مش متأكدين هل هو ده اللي قاله أنا الكرمة الحقيقية فلو أنت بتشتغل 12 ساعة في اليوم هتحمل صمر قال أنا الكرمة الحقيقية ولو سبتتم فيي هتطلعوا صمر ولو سبتتم في كلمتي برضو هتطلعوا صمر تاني المؤمنين المش مسمرين هم مؤمنين مش بيطلعوا صمر هم مش مطعين في مصدر واحد بس للفرح وما لوش تاني هتاخد الفرح بيسوع المسيح وإنك تعرف أن اللي بدأ عمل صالح فيك يقدر يكمله للآخر أحبائي في ناس كتير النهاردة عايشين عيشة عيسى وبيفكروا أنهم لو دخلوا في نطاق التدين لو دخلوا في نطاق الكنيسة لو دخلوا في مصيادة النشطات هيلاؤوا الفرح مش هيبقى في ارتيح من التعاسى لغاية ما ولا حاجة تفصل بينك وبين يسوع مزمور واحد من أكتر المزامير المسيرة وهو بيوضح اللي أنا بحاول أقوله دلوقتي هو بيقول أن الإنسان زي شجرة مغروسة عند مجار المياه واللي معناها الطاعة لكلمة الله ولما الطاعة دي تحصل وما فيش حاجة تفصل بينك وبين يسوع أبدا الاتصال هينتج سمر سمر كتير الطاعة لكلمة الله بتجيب الفرح اللي بينتج سمر بس كده طاعة فرح سمر إن أردت أن تتعرف على الله بطريقة شخصية أطلب نسختك المجانية من هذا الكتاب العثور على الفرح المنشود سوف تتعلم عن محبة الله العميقة لك وستختبر غفرانه غير المحدود وإن كانت لك شركة روحية مع الله وتود أن تسير بقربه وفي مخافته أكثر وأكثر كتيب الخطوات السبع في مغامرة إيمانك سيقودك إلى بناء علاقة حميمة مع الآب السماوي أطلب نسختك المجانية الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر